لهذه الآيات أما من الحديث فسأكتفي بذكر حديثين حديث مشهور يعتبره بعض الناس الذين يخالفون أهل السنة الأشاعر والمتوريدية عمد عندهم يقال له عند المحدثين حديث الجارية وهذا حديث ورد بعدة روايات لا يمكن الجمع بينها وللأشاعرة فيه مسلكان بعضهم صحهه مع التأويل كالإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم والحديث هو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله كان عندي غنم وكانت جارية هذه ترعى لي غنمي فأجى الزئب على غنمة فأكلها فغضبت فسككتها فأريد أن أعتقها إن كانت مؤمنة فيروى أن النبي قال لها أين الله فقالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة يقول الإمام النووي السؤال بأين هنا سؤال عن المكانة لا عن المكان لأن أين تأتي في اللغة للسؤال عن المكان وتأتي للسؤال عن المكانة ومستحيل أن يكون النبي سألها عن مكان لله لأن الله خالق المكان وكان موجودا قبل المكان فبقي ذاك التأويل سؤال عن المكانة وقولها في السماء أي رفيع القدر جدا وهذا معروف عند العرب لذلك قال النابغ الجعدي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال له النبي إلى أين المظهر يا أبا ليلة قال إلى الجنة يا رسول الله قال أجل إن شاء الله فهنا السماء أريد به رفعة القدر ولم يرد به أن الله محصور في السماء كيف يحصر الخالق بشيء هو خلقه هذا لا يجوز أما القسم الآخر من الأشاعر فقالوا هذا الحديث لا حجة به في الصفات وهذا القول الأصوب لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي رواه الشيخان وهو متواتر رواه خمسة عشر صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبين أن طريقة الدخول في الإسلام أن نطق بالشهادتين فيستحيل على رسول الله أن يحكم لإنسان بأنه مسلم لمجرد أنه قال الله في السماء وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم فيه هذه الرواية فلم يقبل بها هؤلاء العلماء وقالوا الرواية الصحيحة التي نأخذ بها رواية مالك في الموطأ فقد رواها الإمام مالك بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال لها الرسول أتشهدين أني رسول الله قالت نعم قال اعتقى فإنها مؤمنة هذه الرواية موافقة للأصول ويقول الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم يقول الإمام أبو بكر الخطيب البغداد الذي قيل فيه إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه لا يقبل الحديث الصحيح إذا عارض الحديث المتواتر ولم يقبل تأويل فحديث الجارية إما أن نؤوله بما ذكرنا أو أن نقول كما قال الفريق الآخر من الأشاعر والمتوردية حديث مضطرب لا يحتج به في العقيدة لذلك الإمام النووي لم يورده في كتاب الإيمان بل أورده في باب تحريم الكلام في الصلاة ليبين أنه لا يحتج به في العقيدة أما الحديث الآخر وهو حديث صحيح متفق عليه عند الأئمة رواه الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له ومن ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر هذا الحديث يقول علماء المسلمين من الأشاعر والمتوردية كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو أشهر من شرح صحيح البخاري يقول قال علماء المسلمين هذا الحديث لا يحمل على ظاهره ينزل ربنا المراد به إما أن نقول كما قال السلف ومنهم ورأسهم الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه لما سئل عن هذا الحديث قال نزول رحمة لا نزول نقلة وإما أن نقول كما قال بعض الخلف ينزل ملك بأمر ربنا فيبلغ عن ربنا فيقول إن ربكم يقول هل من داع فيستجاب له وهل من مستغفر فيغفر له وهل من سائل فيعطى حتى ينفجر الفجر ويؤيد هذا التفسير حديث آخر رواه النسائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي إن ربكم يقول هل من داع فيستجاب له ويقول الحافظ العراقي وخير ما فسرته بالوارد حديث الرسول يفسره حديث الرسول الآية تفسرها الآية ويقول الإمام بن حجر نقلاً عن ابن فورك نقلاً عن أبي بكر بن العرب عن ابن فورك الأشعري المعروف قال ضبطه بعض مشايخنا بضم أوله ينزل ربنا بضم الأول وإذا ضم ضمة الياه فالمعنى ظاهر واضح أما الذي لا يرضى بهذا الكلام وهو كلام أهل السنة ويقول لا الله موجود في جهة فوق في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا يقال له الليل يختلف باختلاف البلاد فالليل في الجزائر نهار في بلد آخر فإن حملت هذا الحديث على ما تقول جعلت الله نازلاً إلى السماء الدنيا طالعاً إلى العرش نازلاً إلى السماء الدنيا طالعاً إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار وهذا لا يقول به ذو لب وتحصيل فلابد أن تمشي مع ما ذكره العلماء ثم النبي يقول في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة مرمية في فلات من الأرض وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة يعني السماوات بالنسبة إلى العرش مثل نقطة البحر فالذي يقول ينزل الله بذاته هو فوق العرش كما يقول البعض وينزل بذاته يقال له أمامك أمرين وكلاهما لا يجوز إما أن تقول أن الله يتضاءل 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 حتى يصير تسعه السماء وإما أن تقول أن السماء تمتد وكلا الأمرين نقطع بأنهما لا يجوز فبقي ما ذكره الأشاعر والما تريد أن الله ينزل ملكا بأمره هذه عقيدة الأشاعر وهذا دورهم في الدفاع عن الشريعة الإسلامية ولذلك كان الغوث الإمام الولي الصالح العارف بالله سيدي ومولاي الغوث أبو مدين رضي الله عنه وأرضاه كان على هذه العقيدة فقد ذكر في عقيدته وهي مخطوطة في المكتب الوطني بباريس تحت رقم خمس ثماني خمس أربعة يقول رضي الله عنه وأمدنا بأمداده الحمد لله الذي تنزه عن الحد والأين والكيف والزمان والمكان الموصوف بكلام أزلي قديم صفة من صفاته قائم بذاته لا منفصل عنه ولا عائد إليه لا يحل في المحدثات ولا يجانس المخلوقات ولا يوصف بالحروف والأصوات تنزهت صفات ربنا عن الأرض والسماوات ويقول قدس الله سره اللهم إنا نوحدك ولا نحدك ونؤمن بك ولا نكيفك ونعبدك ولا نشبهك ونشهد أن من شبهك فلم يعرف الخالق من المخلوق ويقول رضي الله عنه وقدس سره القدوس على العرش استوى من غير تمكن ولا جلوس العرش له حد ومقدار والله لا تدركه الأبصار العرش تكيفه الخواطر والعقول وتصفه بالعرض والطول وهو مع ذلك محمول والله لا يحول ولا يزول ويقول رضي الله عنه وقدس سره وأمدنا بأمداده العرش بنفسه المكان وله جوانب وأركان وكان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان ليس له تحت فيقله ولا فوق فيضله ولا جوانب فتعدله ولا خلف فيسنده ولا أمام فيحده هذا الإمام الجليل الذي كان على ما كان عليه من الأشاعرة ما كانت عليه الأشاعرة والما تريدية فهؤلاء هم الأشاعر الذين حموا الدين وأقول وأختم كلامي بالقول البيهقي أشعري المعتقد وابن عساكر الإمام المعتمد قد كان أفضل المحدثين في عصره بالشام أجمعين كذلك الغازي صلاح الدين من كسر الكفار أهل المين جمهور هذه الأمة الأشاعرة حججهم قوية وسافرة أئمة أكابر أخيار لم يحصهم بعدد ديار قولوا لمن يذم الأشعرية نحلتكم باطلة ردية والما تريدية معهم في الأصول وإنما الخلاف في بعض الفصول كالخلف من عائشة للبحر لرؤية النبي رب الفجر ليلة معراج النبي الطاهر الصادق المصدوق بالأوامر فهؤلاء الفرقة الناجية عمدتهم السنة الماضية قد جمعوا الإثبات والتنزيه ونفوا التعطيل والتشبيه فما تريدي أشعري وإن شئت قل الأشعري ما تريدي لا تبل ورحم الله تبارك وتعالى الإمام القشيري حين قال شيئان من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بري حب أبي بكر إمام الهدى ثم اعتقادي مذهب الأشعري